بلية السؤال التاني اللي انتو اشترطتي في الزيجة الجديدة تم اشتراط من قبلكم أو من قبل الزوجة إنها هي حيبقى أولاد الزوج معاها هتربيهم وما قالهاش إن والدتو حتيجي تقعد معاها هي حضرتك اتدايقتي والولدة شعرت بإنك زعلانة اللي هي حماتك فبتقفل السكة في وشك ما ترداش تكلمك ومش عايزة تعرفك والكلام ده كله طبعا إحنا هنذكر باللي معروف إنه الأصل الالتزام بما تم الاتفاق عليه هو ده الشرع الشرع بيبقى واحد زائد واحد بيساوي اتنين ده القانون إحنا اتفقنا على كده بتبقى بقى مساحة من مهمة جدا من الحكمة والصبر الأمر في مثل هذه الأمور لإن أنا ممكن تكونوا اتفقتوا على شيء والمفترض إن إحنا نلتزم به يجي هو يتحطي الزوج في موقف أو أنت تتحطي في موقف فالأمر بيحتاج مني ساعتها إلى صبر وحكمة ودعاء وطلب العون من الله سبحانه وتعالى الأصلح مطلوب في حدود القدرة والاستطاعة إن أنا أقدر أعمل ده أنت بترضيها وتنيكي حريصة على إنك ترضيها وتسأليها الدعاء وخذ لها حاجة حلوة وروحي هديها بشيء هي بتحب وحسسيها بإنك يعني أنت راغب في ودها قدر طاقتك ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ترجمة نانسي قنقر